اشتركوا في القناة 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 البريفرال كيمو ريسيبتور اللي هو موجود بريفرال بعيد لكن الكنترال كيمو ريسيبتور ده موجود فين؟ موجود ناحية البرين تمام؟ طيب احنا كده عارفنا اول حاجة مين ايه هو الكيميكا الكنترول الكيميكا الكنترول ده مين ريجولاتري ميكانيزم ميكانيزم بيكون مهم جدا واكتر حاجة للتنظيم هو بيحس بالتغيرات اللي بتحصل فيه البلط الارتريال بلط اذا كان تغيرات حصل في الاكسوجين او الكاربون دايكسايد او حتى الهايدروجين طيب مين اللي بيحس بيها؟ ريسيبتورز موجودة اسمها كيمو ريسيبتورز بريفرال كيمو ريسيبتورز وسنترال كيمو ريسيبتورز طيب هنتكلم اول حاجة دلوقتي عن بريفرال كيمو ريسيبتورز هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن السايت والإنرفيشن بيجيرها إنرفيشن ازاي؟ والبلوت سابلاي والستيميولوس طيب تعال اقول لكم ما كانها موجودة فين؟ فاكرين اللي أنا كنت بقول لكم موجودة عند الاورتيك قرش وموجودة عند الكاروتة ساينس كنا بنسميها الاورتيك اللي هو كنا بنسميها اللي هي كانت موجودة عند الاورتيك قرش وموجودة عند الايه؟ كان فيه ساينس كده اللي هو بنسميه الاورتيك ساينس دولة اللي هم كانت أرتيريا البرو ريسيبتور نفسهم أو قريبين منهم اللي بنسميهم البريفرال كيمو ريسبتر إيه هما؟ واحاجة اسمها اوورتك باتencer اللي هي موجودة عند الاورتكอرش لكن هي ما كان فين؟ هي برة برة الاورتكอرش لكن البرو الرسيبتر البرو الرسيبتر دي كانت جوة جوة الوول بتاعت يعني نفترض دي مسلا واخدى هي جوة الوول بتاعت ايه؟ هي موجودة جوة الوول بتاعت مين؟ بتاعت الأرتيريا الوول بتاعت الاورتك كارش لكن الاورتك بات Bernard دي حاجة برا كده حاجة خارجية حاجة خارجية برا لاي برا الاورتيك orش سميناها اورتيك buddes تمام في حاجة تانية اه اللي هو الكاروتيت buddes الكاروتيت buddes przynaj56 موجود عند باي فركيشن يعني هو لما من يجي نخلق ده اسمه command carotid الكمان كاروتيد بيتکسم ايه internal carotid واe external carotid هو عند البي فركيشن موجود عند البي فركيشن الشقة ده هو موجود في الشقة بتاع الكمان كاروتيد بتقول في موجود ايه الكاروتيتcos تمام طيب عايز اقول لكم ان الكاروتت بودز بيمشي عن طريق نيرف اسمه كاروتت ساينس نيرف تمام اسمه ايه كاروتت ساينس نيرف نفس النيرف بتاع المرة اللي فاتت اللي قلتلك عليه بتاع الكاروتت ساينس تمام بيمشي عن طريق ايه الكاروتت ساينس نيرف اللي هو قليه اسمه ثاني ايه والجلوس فارينجيال نيرف تمام يبقى احنا كده فهمنا الكلام طيب وبعد كده بيمشي عن طريق الجلوس فارينجيال نيرف ده الكاروتت ساينس نيرف طب بالنسبة لأورتك بودز وعن طريق بيمشى عن حاجز مع أورتك نيرف وبعد كده بيروح يودي للفيجاس تمام؟ الأورتك نيرف وبعد كده يروح يودي للفيجاس نيرف يبقى احنا كده عرفنا الإنرفيشن بتاعه تمام؟ طبعس تعالوا يقول لكم صايت احنا قلنا صايت بتاعت البريفرال كيموريسبتور هم منطقتين عند أسفل أورتك أرش وعند الباي فروكيشن بتاع الكومان كاروتود يبقى منطقتين أسفل أورتك أرش وكمان عند منطقة الباي فروكيشن تحت الكومان كاروتود طيب الإنرفيشن بتاعها بياخد إنرفيشن سيه شبه بالضبط الأورتك أرش والكاروتود ساينز نفسهم اللي هم مين؟ أول واحد الكاروتود ساينز نيرف اللي هو جلوس وفارينجيال والتاني الأورتك نيرف اللي هو إيه اللي هو الفيجاس تمام؟ طيب البلات سابلاي البلات سابلاي احنا قلنا الكاروتود والأورتك بودز هي أكتر حاجة الكاروتود والأورتك بودز عندها ريتش بلات سابلاي يعني هي اكتر حاجة بتعادي فيها الدم اصلا يعني انتوا جايين عند الاورتك ارش اللي هو الاورتة اساسا الارش بتاع الاورتة وهتقولين ناقص بلات سابلاي او جايين عند البيفركيشة بتاع الكاروتت وهتقولين ناقص بلات سابلاي لا هو عند اكتر منطقة غنية اساسا بالبلات سابلاي وممين الاورتك بودز والكاروتت بودز دولت عند اكتر منطقة غنية بالدم عندهم ريتش بلات سابلاي طيب؟ هما بيستقبلوا التغيرات في البلاتجاجز. يعني هما بوب بيقدروا يتحسوا بالتغيرات الموجودة في البلاتجاجز. إيه هي البلاتجاجز دي؟ إذا كان أكسجين أو كارفون تايبس patterns أو هيدرشن بسرعة رهيبة بسرعة فاسط، طيب، إيه هو الاستيميلاس اللي يحفز الأورطيت ب deadlines أو الكروتيت بworld إيه اللي يحفزها اللي هو مين لي؟ هو بص مين لي؟ بتحب قوي ألالان الأكسجن. يعني هي اكتر حاجة بتحفزها اي لان الاكسوجين هي بتحب الاكسوجين اعرفون ان البريفرل بيحب لاكسوجين اكتر حاجة نفتكرها بوب بوب اللي هو ايه مصاصة فنفتكرها بي اوع البريفرل بيحب الاكسوجين اكتر حاجة لو الاكسوجين الا تباب معناه ان الهو فيش اكسوجين فى جسمنا فمعناه ان الهور اعيز ياخد التنفس فى يعمل ايه هيبرفنتيلاتي kul atta ويقرب كربون دايكسويد ، يبقى هو اكثر حاجة estemuولوسلى اللي هو A Quantum Art schein. معنى اللي هو قل الأكسوجين يبقى زاد الكربون دايكسوين ومعنى ان زاد الكربون يبقى نفس كلام زاد الهايدروجون. هان Excuse إيه فكرة زيادة الكربون داعكسوين بزيادة الهايدروجين حتى في Central Chemoe S dumtor دلوقت. يبقى ايه هوล ستيميولوس بتاعه. اللي هو قل الاكسوجين او اه ايه غال olvستولة. ايه نبقى ايه مش يابقى للاكسوجين ايه غالب او للاكسوجين او LBH الاكسوجين هل يبقى ايه قليلة حمد اللي هو بي اتش خمسا هو قل أقل من سبعة تمام فهي نفس الفكرة اللي هو قلłem المشاهدienne مالك rodotزان زائد الكاربون دايكس كم миллиون زائد الي هيود الشنسان البي اتش بتاعته دلوقتي بيت اقل من كم اقل من 7 يعنه هو دلوقتي فيه اسودوزيز في بتالي البي اتش قالث يبقى هو اكتر حاجه بيكون حاساس ليه ليمين هو الالان في الاي في الاكسجين يبقى بوب بنافتكرة بكلمة بوب تمام طيب بعد كده عايزين نتكلم عن من؟ عايزين نتكلم عن السنتر الكيموريسبتور مكانها والستيميولوس وحاجات معلومات مهمة عنه اول حاجه مكانها موجود فين يا جماعة؟ هو موجود فين في المضالة تمام إبعاء كانها موجودة في المطلقة فين? قريبة منavingthe interdisciplinary center فاكريين ، انا قلت القل لكم المرة اللي فاتت في عندنا احني قالت لكم في dialogilar perspiration center موجودة في البون ساميناها bontine center وهو في مثل rape موجود في المداله وسمناها بتحب الكربون دايكسايد. السنترال سي بتحب الكربون دايكسايد. يبقى اكتر حاجة بتحفزها، الي هي بطريقة غير مباشرة بقى، هيزود طبعا الهايدروجين. هنعرف الطريقة دي حصلت ازاي؟ بس خليكم عارفين دلوقتي ان هو بتحب مين، زيادة الكربون دايكسايد؟ دو معانية زيادة الكربون دايكسايد، يعني معاناها زيد الهايدروجين. هقول لكم كمان ان سنتريل الكيمو ihremدش هو اكتر حسية زي ما بقلتلكم للهايدروجين والكربون دايكسايد أكتر بكتير من الأكسجين نفتاك الأكسجين أو يبقى بوب بتحب البريفرون لكن سنترال سي يبقى بتحب الكربون دايكسايد وتحب الهايدروجين صاحبة على طول أول ما تشوف دول عاليين معناه اللي إحنا محتاجين نعمل هايبر فنتليشة عشان نخرج الكربون دايكسايد وندخل الأكسجين تمام؟ طيب ثانية وريكوا بقى الميكانيزم عايزين دلوقتي نتكلم عن الميكانيزم حتى ممنجيزم هايبتون تحضر إلى المسؤولدة وسيء سيمريشن بالسنترال كيموريسبتر معنا لك نحن قولو إليكسايد في المطالع الشركيكام وليغد فحبت هايبتون ترولة أخير طفisé بموضلات في المطالع ندخل في율 فتانيةปهوة إحنا دلوقتي شايفين المينجيز وけて المُنجيز هذا مين؟ هنا بها نرغية مغيرة وهنا بيبقى فوقيه ماشي دم فهو الدم لما بيكون قريب ناحية ايه ناحية المينجيت بيعمل بريير حاجز كده سميناه البلط بريم بريير اللي هو ايه اللي بيحجز البلط عن ايه عن التشو بتاعه طيب المهم احنا شايفين فيه ايه دلوقتي انه هو زاد السي او تو تمام يعني هو هنا زاد السي او تو السي او تو نفسها ما تقدرش تعمل الستيميلس لكن لو قلنا احنا هنا زيادة السي او تو وهنا فيه زيادة في الهايدروجين طب مين اللي هيعدي اللي بيعدي سي او تو تمام من اللي بيأسر الهايدروجين دم اقفائمين كده الكلام فهو دلوقتي سي او تو هو اللي عده فلما عده سي او تو راح اتحد مع المية وبانزيم الكربونيك انها ادريز انزيم اتحاول ل-H2CO-3 تمام ال-H2CO-3 ده بعد كده ادي انا مين ادي انا بايقارب والدي انا هيدروجين كتير اوي فإحنا عرفنا إن الهايدروجين بقى موجود. معنا ويبوت هيدروجين فهيروح هو اللي هيحفز. قلتلكوا اللي بيخش واحد واللي بيحفز حد تاني. اللي بيخش الكربون ده إكسايد هو اللي بيتحد ويعمل التفاعل ده كله لكن اللي بيروح يحفز هو الهايدروجين. هو اللي عيروح يمسك في اللي نحية فيه اللي نحية إقريبة. إحنا نسعم أريب منها فهو دلوقتي الهايدروجين لما بيروح يحفز. райноз Birds of álитель الأمور ده. فبالتالي هو تحفز وهو استمل. يحفز مين؟ يحفز. الرسبيرات ريسنتر هيروح يحفز ما ví meurany. تمام. آآ يروح يحفز اللي عشان خاطر هو الليfalvadروجينها مثلا地 وانا يروح يحفز الـ respiration as total يعني فهو يكون جاي ما ايه مخرج CO2 ومدخل carbon dioxide يبقى هو يحفز الـ ventilation as total تمام الكلام ده كله حاصل فيه المنطقة دي حصلت في الـ CSF تمام والكلام ده هو اللي حصل في المضالة تمام كده يبقى احنا عارفنا ايه اللي بيحصل في الميكانيزم طب تعالوا نقرأ بقى الكلام بتاعه اول حاجة CO2 دخل الـ CSF تمام احنا CO2 دخل الـ CSF لما عبر احنا CSF لما الـ CSF موجود في المينجيز فهو لما عبر المينجيز لها CSF فهو CO2 دخل الـ CSF بتاع مين بتاع المضالة فتفاعل مع مين مع المية ادي انا H2CO3 وبعد كده حصله تفرق الـ HCO3 وهايدروجين تمام طيب الهايدروجين احنا قلنا حد بيخش الـ A carbon dioxide ولكن مين اللي بيعمل الـ action بتاعه الهايدروجين تمام قد التفاعل اللي قلتلكو عليه قد الـ carbon dioxide مع المية ادي انا H2CO3 بعد كده حصله ادي انا HCO3 طيب بعد كده عايز اقولكو بقى ان الهايدروجين بتبتدي تعمل مين للـ central chemo receptor يعني هو الهايدروجين مش هتسكت احنا قلنا الهايدروجين هي والـ carbon dioxide حبيبة مين حبيبة الـ central chemo receptor فهي C مع C على طول فالهايدروجين هيروح يحفز فمعنى حفز الـ central chemo receptor يبقى هي زودة الـ respiration A على طول طيب خدوا بالكو ان هو بيقول لنا دلوقتي ان الـ ما بيعديش الـ blood prime barrier فاكرين لما قلتلكو ادي مثلا ادي الدم هو فيه هنا carbon dioxide وفيه هنا هيدروجين مين فيهم اللي هيعدي قلتوله اللي هيعدي الـ carbon dioxide لكن الـ hydrogen مش هيقدر يعدي واحد هيعدي والتاني هيعمل التفاعل الجوه تمام؟ فاحنا عرفنا دلوقتي اللي بيعدي الـ carbon dioxide معناها ان الـ الـ hydrogen ده الـ hydrogen الموجود في الدم ما بيقدرش يعدي الـ blood prime barrier خالص تمام؟ فبالتالي كان تستيميلات فمش بالتالي ما بيقدرش يحفز الـ central chemo receptor خالص عشان هو ما بيقدرش يخش جوه ما بيقدرش يعدي الـ blood prime barrier لكن اللي بيقدر يعدي هو الـ CO2 تمام؟ يبا احنا كده فهمنا ان ايه؟ فهمنا النقطة طيب يبا احنا قلنا دلوقتي ان هو اللي بيحصل الـ CO2 بيخش الـ CSF بيتفاعل يعمل شوية التفاعلات ومهم بيديني هيدروجين في الاخر الـ hydrogen ده هو اللي بيروح يحفز الـ central chemo receptor هو اللي بيحفز الـ respiration فبيعمل بيزود الـ ventilation وهكذا واخدوا بالكو الـ arterial hydrogen مش اي هيدروجين انشان فيه هيدروجين موجود في CSF فهو اللي بيحفز الـ central chemo receptor لكن مخصصة هنا الـ arterial hydrogen هو هيدروجين موجود في الدم ما بيعبرش الـ blood brain barrier يا جماعة تمام؟ ما بيعبرش الـ blood brain barrier فبالتالي ما بيقدرش يأثر على اللي جوه مين اللي جوه central chemo receptor اللي موجود في قلب المضلة اللي هو جوه اساسا الـ central nervous system تمام؟ طيب هنا لو حصل الـ respiration واحد عنده مثلا مشكلة في الـ respiration حصلت لو حصله الـ respiration هنجري عليه ونديله 100% اكسوجين؟ لا ليه؟ ليه الكلام ده؟ عشان 100% اكسوجين معناه انا اللي بقولي بتاعك اللي هو يا جماعة ده هو عنده اكسوجين على الاخر طيب انا عشغل جهاز التنفس ليه؟ معنى اللي انا عندي اكسوجين على الاخر طيب انا عشغل جهاز التنفس؟ لا فبيحصل الـ respiration زيادة وهو اساسا عنده فمعنى اللي انا اديت له 100% اكسوجين فانا ما عليك تلوش الحل ده انا بوصله اكتر عشان اقللت الـ respiration زيادة لكن اللي احسن انا اديه 95% اكسوجين و 5% carbon dioxide ليه؟ عشان احنا عارفين الـ carbon dioxide هي اللي هتروح تشاغل على طول مين؟ الـ peripheral chemo receptor صح؟ تمام؟ فهي هتروح تكون جاي مشغال الـ peripheral chemo receptor فهتكون جاي عاملة ايه مزودة؟ respiratory center مشغالة او يبقى بيقولنا لو حصل respiratory depression لو على جناب بيور اوتو بيور اوتو بنقوله الايه؟ وقف بيوقف مين؟ بيعمل انهيبشن لبوب بيه؟ تمام؟ بيروح يعمل انهيبشن للـ peripheral chemo receptor فبالتالي بيزود الـ respiratory depression اكتر ما بيعالجوهش لكن بنندي خليط من 95% اكسوجين عشان يدينه ايه؟ يدينه نرفز كده بيخليه انتعش ويندينه 5% في المية كاربون داكسيد عشان خاطر يقدر ايه؟ يقدر يعالج او يشاغل respiratory center فيعالج تمام؟ طيب دلوقتي ما هنتكلم عن تأثير الاكسوجين ليك؟ يعني احنا قلنا هنتكلم عن 3 حاجات الاكسوجين من كاربون داكسيد والهايدروجين تمام؟ احنا هنتكلم دلوقتي عن رد الفاعل الـ ventilation لنقص الاكسوجين يعني هو دلوقتي لو قل الاكسوجين الاكسوجين ده صاحب مي صاحب على طول بي اللي هو الـ peripheral chemo receptor تمام؟ فاحنا هنعرف دلوقتي لو حصل هيبوكسية او نقص الاكسوجين ايه اللي هيحصل؟ تمام؟ طيب بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا دلوقتي لما الالفيولار لما الالفيولار الالفيولار اكسوجين بيقل تمام؟ يعني الاكسوجين الاكسوجين اللي موجود جوه الاكسوجين ده قل قلل إزايا يا جماعة؟ كاتنهuria من الخلية من الغازات يحن ايه الغاز بنتنفسه؟ او ايه اليه حوالينا ده بيبقى حنالا عن الخلية من الغازات وطلع على مستويات عالية جدا مثلا على جبل أو high altitude يعني طلع على إيه على جبل عالي أو أي أن كان فمعناها فوق بيكون نايس الأكسجين خالص بيكون فيه ناعتوجين فيه كاربون داكسايد أي أن كان الغازات التانية لكن الأكسجين بيكون قليل جدا فهو احنا بنقول دلوقتي الأكسجين اللي موجود جوه الألف يولاي بإحنا قلنا كده الأكسجين تمام الأكسجين اللي موجود جوه الألف يولاي ماله قليل جدا السبب أو طلع على جبل مثلا نقص نلاقي فيه الأكسجين قليل فمعنا أن هو الأكسجين L في الألف يولاي فمعناها الأكسجين اللي هيمشي في الدم هتلاقيه برضو قليل فده بيقل إيه بيحصل بكريس في الأكسجين اللي موجود في الأرثيريا البلط فبالتالي لما هيروح الأكسجين يقل في الأرثيريا البلط هيروح يأثر على مين على البي اللي هو البريفرال كيمو ريسيبتور أو اللي هو الميكانيزم هيروح يعمل simulation لميل للبيل بريفرال كيموريسنتر فعمل اللي هو عمل simulation بريفرال كيموريسنتر هيروح يحفز ميل للريسبيراتريسنتر فهيزود الريسبيريشن على طول طيب بيقول لنا بقى ايه الان بيه معلومة مهمة بيقول لنا ما فيش تأثير على الفينتليشن يعني ايه الكلام ده يعني هو ما بيحصلش تأثير على التنفس لحد ما يوصل الأكسجين تمام لحد ما يوصل الأكسجين الموجود في الدم قد ايه نسبته قد ايه لحد ما يوصل 60 مليميتر ميركري هو طبيعته يكون كام مفروض يكون 100 ده النورمال تمام معنى اللي هو وصل 60 معناها اللي هو فعلا بدأ يقل خالص الأكسجين معناها اللي هو يبتدي نحفز الريسبيريشن يبقى احنا نقول كده يا جماعة ما يحصلش تحفيز للبريفرال كيموريسبتور ما بيحصلش تحفيز للبريفرال كيموريسبتور طول ما هو 100 مثلا 90 80 70 لو 65 61 كل الكلام ده هو النورمل رينج تمام؟ فهو ما بيحصلش تحفيز لكل الكلام ده في البريفرال كيموريسبتور أول ما بنوصل 60 مليميتر ميركري أو أقل لاء ده بيحصل استيميوليشن للبريفرال كيموريسبتور وكمان بيحصل استيميوليشن للرسبيراتوريسنتر عشان نزود الرسبيريشن ونزود الفنتيليشن يبقى هو ما بيحصلش ما بيكونش فيه تأثير على الفنتيليشن لحد ما لقيه الأكسجين يقل في الأرتريال بلد فمش أي حتة في الأرتريال بلد لحد ما يوصل لستين مليمتر ميركري اللي هو الطبيعي بتاعه مفروض يكون مية من ستين لمية تمام ده النورمال رينج فين اللي هو النورمال رينج أكسجن موجود فين في البلد تمام طب أقل من ستين لا ده كده بدأ يخش إيه بدأ يخش في مشكلة تمام طيب قالنا فيه NB تاني قال لي إيه الـ NB تاني قال لي دلوقتي لما الأكسجن بيقل الأكسجين L وسلل 60 ملمتر ميركري أو L شوية المهم لما بيبتدي L بيبتدي يحفز مين بيروح يحفز الراسبيراتري سنتر تمام طب هو دلوقتي لما بيحفز الراسبيراتري سنتر بيزود أيه بيزود البيزود الـ pulmonar hiperventilation أو بيزود الـ pulmonar ventilation بيزود التنفس فبيصلح الهايبوكسيا يعني هو كان واحد ده عنده نقص اكسجين لأ ده بيزود الإيه إحوا دلوقتي كان عنده نقص اكسجين ومش قادر يقع فيه نقص اكسوجين في جسمه وحسن مش كويس فبيتدي يحفز الروسبرتر سنتر فبيتدي ياخد نفسه زيادة فبالتالي بيبدأ يصحح الايبوكسيا بدلا ما كان الاكسوجين قليلا هيبتدي يزود الاكسوجين الاي لنورمال ليفت طيب هو دلوقتي ده لو نقص على خفيف طيب لو كان مدر الديكريز لو الالان ده متوسط لو الالان ده متوسط فيه الاكسوجين الموجود في الارتيريال بلوت لكن كافي اللي هو يحفز كافي يعني بقول صفشنت كافي اللي هو مفروض يكون اقل من 60 لو كان اكتر من 60 مش هيبقى كافي لكن هو كافي عشان يحفز البريفرال كيموريسبتر تمام لكن هو ملهوش تأثير على الستنتر الكيموريسبتر عشان احنا قلنا بوب البي بتحب الاي بتحب الاي بتحب الاو الاكسوجين بيحب الاي البريفرال كيموريسبتر تمام طيب لو كان ماركت ديكريز بقى لو كان الالان قليل قوي ده وصل حتى 20 مثلا مليمتر ميركري في الاكسوجين تمام الاكسجين في الارتيريا بلود بوسل مثلا عشرين ده ماركي ديكريز ده قلي جدا فبيحصل انهيبشن لمين للرسبيراتروي سنتر الرسبيراتروي سنتر بنلاقيه قلي خالص يعني كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها فانا دلوقتي زودت الالان جدا في الاكسجين معادش فيه اكسجين اصلا خلاص انتقللتلي الاكسجين خالص طب انا هيعمل اعتراض وهيقلي للسنتر كمان هيقلي لإيه هيعمل انهيبشن للرسبيراتروي سنتر احنا كده عارفنا تأثير الايه تأثير الاكسجين طب تعالوا الكامل دلوقتي عايزين نتكلم عن بالنسبة للقربون دايكسايد دلوقتي عايزين نتكلم بقى بالنسبة للقربون دايكسايد طيب ايه اللي هيحصل اول حاجة جماع ان فيه حاجة اسمها Respiratory Minute Volume ايه هو Respiratory Minute Volume او بنسميها Balmoneary Ventilation او RMV Respiratory Minute Volume تمام او Balmoneary Ventilation او RMV اللي هو اختصار اللي اخدنا اول حرف من كل حاجة RMV اللي هو ايه Respiratory Minute Volume المهم ده بيبقى عباره عن كمية الهواء اللي كلها عملت لها Inspiration او كمية الهواء اللي عملت لها Expiration خلال دقيقة يعني دلوقتي مثلا خدت مدة اللي هي الدقيقة شفت قد ايه هواء دخلته خلال الدقيقة دي ماشي؟ لا الهواء اللي دخلته خلال الدقيقة دي بس تمام؟ مش الهواء اللي دخلته واللي خرقته خلال الدقيقة لا الهواء اللي دخلته بس خلال الدقيقة او خدت دقيقة تانية مثلا وشفت الهواء اللي خرقته خلال الدقيقة الهواء اللي خرقته بس مش الهواء اللي دخلته واللي خرقته ركزوا معي ده بنسميها Respiratory Minute Volume تخليظتك. تذكرتك. كمية الهواء التي تخليجها خلال ديه. أو كمية الهواء التي تخليها خلقتها خلال ديه. غالبا تجلتها عن 6 لتر عبوري 6 لتر أنا عايز أعرف كمية الهواء التي تدخلها في الهواء. يعنيها بدخل هوا دلوقتي!... تمام؟ أنا عايزة أعرف كمية الكربون دائكسايد اللي بدخلها كمية الكربون داكسايد بتكون 0.03 أو 0.04% شايفين قد ايه؟ طيب إحنا بنقول بقى دلوقتي لو الكربون دايكسايد ده زايت يعني أنا دلوقتي في منطقة فمكان مثلا فوقضة القضة دي مثلا فى حاجة بتتحرق فمعنى فى حاجة بتتحرق فى هو القضة مقفول علينا تمام؟ فى حاجة بتتحرق فمعنى هى اغاز ثانى اكسيد الكربون عالي اللي هو كاربون دايكسايد عنده عالي فهو دلوقتي لقيت اللي هو بدأ الهوى اللي يخشي اللي أنا بتنفسه اللي هو الانسبايرد لا ده الهوى بدأ يزيد فيه كاربون دايكسايد الكاربون دايكسايد زاد حوالي بقى 4% طيب زاد 4% فأنا دلوقتي الكاربون دايكسايد هيروح يحفز مين هيروح يحفز كاربون دايكسايد يتفاعل مع المياه يدينا H2CO3 وعلى كده يحصله dissociation يتفاكك يدينا الكاربايكاربونيت والهايدروجين هتروح تحفز Central Chemo Receptor تمام Central Chemo Receptor هتروح تحفز الRispiratory Center لشان تعمل Hyperventilation Hyperventilation أو Respiratory Minute Volume هنا زادت مارتين يعني ايه الكلام دا؟ شريحنا قلنا كان مفروض بياخد 6 لتر في دقيقة كمية الهوى اللي كان بيعمل لها مثلا او بيخرجها كانت حوالي 6 لتر في دقيقة لأ ده بقى يخرج حوالي 12 لتر في دقيقة دي حاجة طبيعية؟ لا دا مش طبيعية او ممكن اقول لا حد ما بتكون normal ليه؟ عشان احنا بتقدر ترجع الهوى تاني يعني احنا عايز اقولك على الحاجة احنا دلوقتي مثلا دي الالفيولاي ودي البلد تمام؟ حلو ركزوا معايا بس فاحنا بنقول هنا الالفيولاي بيكون مفروض فيها نسبة الدم الاكسجين فيها بيكون مفروض ايه؟ بيكون حوالي 100 تمام؟ طيب وبالنسبة للكاربون دايكسايد مفروض يكون حوالي 40 في الفين بيكون 46 الكاربون دايكسايد ماشي وهنا بيكون كام 40 الكاربون دايكسايد الاكسجين سوالي تمام؟ فهو اللي بيحصل اللي بيحصل يا جماعة هو اي تركيز الغازات بيتنقل من التركيز العالي للتركيز الالفيولاي فبيبتدي الاكسجين يتنقل من الالفيولاي يروح للايه للبلد ويبتدي الكاربون دايكسايد يروح من البلد يروح ايه؟ يروح للالفيولاي من 46 ليكون ايه 40 تمام؟ طيب عشان خاطر نعادل المنطقة دي ونخلي اللي هو 100 هنا يبقى 100 هنا 46 هنا يبقى 40 هنا وهكذا تمام فهو دلوقتي ده نفترض اللي هو CO2 زيادة عنده 4% ده فنفترض اللي هو واحد exercise exercise اللي هو بيحرق ايه بيحرق كتير فبيخرق carbon dioxide كتير فنسبة carbon dioxide اللي هو حصل له يعتبر inspiration 4% فهو دلوقتي carbon dioxide زيت في دمه تمام فهو دلوقتي بنبدأ نعمل hyper ventilation hyper ventilation بتاعه بيتدرب في اتنين يعني هو بدل ما كان بياخد 6 لتر مثلا من الهواء في الدقيقة لا بقى ياخد مثلا 12 لتر تمام طيب هو دلوقتي لما بيعمل hyper ventilation او نتيجة respirator minute volume اتضربت في اتنين ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الالفيولاي البيوتو اللي هو الكربون دايكسايد الموجودة في الالفيولاي بتفضل زي ما هي ما بتتغيرش بتكون 40 مليمتر مركري عشان انا خدت الكربون دايكسايد الزياد اللي موجود في الدم هنا وخركته خلاص بالhyper ventilation انا سبت بس النورمل ايه كربون دايكسايد الموجود في الالفيولاي اللي هو حوالي 40 مليمتر مركري فهو بيعتبر الالفيولاي كربون دايكسايد ما تتغيرش تمام نوت تشينج احنا كده لو تكلمنا لو كان الكربون دايكسايد 4% الى حد ما يساعد بيكون حالات في السيوليجيكا اللي بسبب لو ما حصل لها واحد بيلعب ايه exercise طب لو كان كربون دايكسايد زياد حوالي 10% يعني انا عادة في قوضة والهواء اللي بتنفس او هوا الinspired اللي دخلته جوا جسمي زيت فيه الكربون دايكسايد 10% فدلوقتي هيروح برضو يقصر على central chemo receptor فهيزود يحصل سميشن respiratory center فهيزود فالrespiration فالrespiratory minute volume كمية الهوا اللي بدخلها خلال الدقيقة هتزيد 10 مرات يعني بدل ما كنت بياخد 6 لتر بس في دقيقة لا ده وصلت ل 60 لتر في دقيقة لكن الكمية الكمية الhyber ventilation او اللي بيحصل ده قدر يعوض لي الكربون دايكسايد الكتير اللي دخل فالحد ما الكلمية الكربون دايكسايد اللي موجودة في الالفيولاي استيلي اعتبر نورمال ليه حوالي 50 مليمتر ميركري زادت حاجة بسيطة يعني انا بحاول اخرج كل الكربون دايكسايد اللي موجودة في الدم عن طريق الhyber ventilation لكن هي زادت في الالفيولاي حاجة بسيطة تمام طيب ده لو زاد لو وصلت ايه 10% طيب لو تركيز الكربون دايكسايد بقى اكتر من 10% طيب احنا بنيجي نبص على الhyber ventilation هو نهاية الhyber ventilation او نهاية الrosbyritol minute volume اللي اللي نقدر ناخد هوى او نخرج هوى في الدقيقة هي اخرها اللي انا اضربها في 10 يعني اخرها 60 لتر في الدقيقة اكتر من كده مش هادر فان اللي بيحصل بقى يعني هيفضل متراقم الكربون دايكسايد جوه الارتريال بلد فهيفضل متراقم الكربون دايكسايد جوه مين هيفضل متراقم الكربون دايكسايد جوه الارتريال بلد هيزيد في الأー 하지만 навكية الأرثيريا plutt وللالفيولاي وبلأخص سيزيد في هو والإيهReadtridge نعمل أ может manejar الكربونديعكوصيد ، إذا نحن حتى التخطى 70-80 ميليمتر ميركري يعني في الأالفيولاي ستتخطى 70-80 ميليمتر ميركري والمعنى song called hipercapnia التية هي زيادة كربوندياكوصيد في الفيولاي فهو دلوقتي احنا قلنا اي حاجة زيادة عن حدها بتتقلب ضداء حاجة زي كده المهم بيحصل CNS Depression بيحصل ايه؟ Depression في CNS ويحصل Respiratory A Respiratory Depression هيحصل الالان كمان في ال Respiratory طب تعالوا نراجع لحتة دي تاني احنا بنقول دلوقتي لو كان واحد بيلعب exercise فالكربون داكسايد زايد مثلا في الدم او زايد في ال Inspired Air اللي بياخده مثلا مكان وزايد الكربون داكسايد في ال Inspired Air 4% او واحد بيلعب exercise وزايد الكربون داكسايد في الدم عنده 4% فبيبتدي نعمل ايه؟ ال Respiratory Minut Volume بيزيد مرتين فبدلا ما كان كمية الهواء اللي بتخش خلال الدقيقة او كمية الهواء اللي بتخرج خلال الدقيقة كانت 6 لتر بقت كام حوالي 12 لتر وبالتالي بيخرق كل الكربون داكسايد الموجود في البلد وبيسيب لنا بقى الالفيولاي هي فيها الكربون داكسايد المناسب النورمال ما تغيرش الى 40 مليمتر مركري تمام؟ طيب لو كان الكربون داكسايد وصل ايه؟ وصل 10% فبيبتدي ايه اللي بيحصل بقى؟ هو دلوقتي الكربون داكسايد بقى 10% فبيبتدي حافز ال Respiratory Minut Volume ال Respiratory Minut Volume هيتدرب في 10% لكن هي هتقدر تعود الكلام دا وهتخرج كل الكربون داكسايد الموجود في الأرتريا بلد ويعتبر هترجع كمان ال A الكربون داكسايد الموجود في الالفيولاي ناحية النورمال هيكون حوالي 50 مليمتر مركري تمام؟ طيب هو دلوقتي لو كان اكتر من 10% لا الكلام يختلف بقى اكتر من 10% هو اخر ال Respiratory Minut Volume كمية الهواء اللي بتخش خلال الديئة اخيرة حوالي اللي هو نضربها في 10% اللي هي اخيرة 60 مليمتر ايه؟ 60 لتر في الديئة تمام؟ مش هتقدر اكتر من كده فبالتالي البيعية هيتراكم جوه هيتراكم جوه فيه؟ هيتراكم جوه في الدم فهيزيد ايه؟ هيزيد الارتريا البلود كربون داكسايد وهيزيد كمان الهايدروجين صحبتها ومش بس كده ده هتزيد كمان في الالفيولاي ممكن توصل لتخطى 70 وال80 مليمتر ميرتري ودي بنسميها هيبر كابنية ودي بتروح تعمل ايه؟ بتروح تعمل CNS Depression Depression في CNS اي حاجة زيادة عن حد ده تتقريب ضدعفة بالتالي بيحصل CNS Depression تمام؟ افتكروه كده معي بيحصل CNS Depression وبعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل Respiratory Depression نتيجة ده بيحصل Respiratory Depression طيب ايه دي الميكانيزم طيب الميكانيزم بيقول لنا بقى ايه اللي بيحصل هو دلوقتي لو زاد CO2 تمام؟ زاد CO2 في الأرتوريال بلد بتروح تحفز مين؟ احنا عارفين CO2 يعني بتروح تحفز Central Chemo Receptor اكتر حاجة ممكن تحفز البرفرن اوه ممكن تحفز لكن هي بتحب Central Chemo Receptor CO2 لما بيزيد في الأرتوريال بلد بيروح يحفز Respiratory Center فبالتالي عن طريق هو Respiratoryembod Dublin ايه البرفرن كيموريسبتر يعني هو دلوقتي الCarbon Dioxoid زاد في الدم فبيروح يحفز Central Chemo Receptor اللي بتروح تحفز Industrial Center بعد كده ايه او بتروح تحفز البرفرن كيموريسبتر اكتر السلطة يعني اللي بتروح تحفز Respiratory center بعد كده فايهي Central Chemo Receptor عندنا عندنا دلوقتي ايه البرفرن كيموريسبتر وفي الاخر يبتدي الـ CO2 يتراهي بعد كده CO2 بيعمل نفس الفضاء يختلط أو يتفاعل مع المية الـ H2O وفي الاخر يدينا ايه الـ Hydrogen ده ما احنا عارفين الـ Hydrogen ده هو اللي بيروح يعمل الـ Stimulation من؟ The Central Chemo Receptor تمام؟ يبا احنا عرفنا دلوقتي ايه اللي بيحصل Carbon Dioxide هو اللي عمل Diffuse Blood Brain Barrier في CSF عملت Stimulation اللي هي اخراجة الـ Hydrogen و الـ Hydrogen ده راح عمل Stimulation The Central Chemo Receptor تمام؟ بيحصل Hyper Ventilation فبيبتدي ايه؟ بيبتدي ايه اللي الـ Carbon Dioxide خالص اللي موجود فيه في الـ Alveoli تمام؟ و الـ Carbon Dioxide اللي موجود في الـ Arterial Blood و الـ Carbon Dioxide Tension اللي موجود في الـ CSF يبقى نركز كده مع بعض هو دلوقتي على الجانب الاخر لما زاد جداً الـ Carbon Dioxide بيبدأ يحفز الـ Respiratory Center فبيحصل Hyper Ventilation معنا حصل Hyper Ventilation يعني قال لي مين؟ قال لي خالص الـ Carbon Dioxide اللي موجودة في الـ Alveoli و كمان الموجودة في الـ Arterial Blood والـ Carbon Dioxide كمان الموجود في الـ CSF مش بس كده Carbon Dioxide الموجود في الـ CSF فبيقل مين كمان معنا كلمة L Carbon Dioxide فمعناها على طول L مين فمعناها على طول L الـ Hydrogen فهقل الـ Hydrogen Concentration في الـ CSF تمام؟ فبيحصل الـ Inhibition طبعاً لمين للـ Respiratory Center عشان احنا ما عناش بنعمل Stimulation الـ Chemical A لـ Chemical Chemical فبالتالي حصل الـ Inhibition الـ Respiratory Center وزود مين؟ وزود الـ Carbon Dioxide في الـ Alveolar Air والـ Arterial Blood ووصلها للـ Normal Level او مش لازم نقول وزودها اللي هو وصل الـ Carbon Dioxide الموجود في الـ Air والموجود في الـ Arterial Blood ووصلها لـ A ووصلها للـ Normal Level ده بالنسبة للـ Central Chemo Receptor واحنا عارفين القصة دي مرة طب بالنسبة للـ الـ Peripheral Chemo Receptor الـ Peripheral Chemo Receptor اللي بيحصل اللي هو لازم يكون زايد طبعاً الـ Carbon Dioxide تمام؟ وقالل A قالل الأكسجن وزايد الـ Hydrogen دي حاجة عارفنا بس الـ Carbon Dioxide داد يبقى إيه؟ الـ Hydrogen زاد هو قلل A وقلل الأكسجن تمام؟ بس هو ده اللي بيكون حاسس به الـ Peripheral Chemo Receptor وإحنا عارفين Peripheral Chemo Receptor بيحب الإيه؟ بيحب الأكسجن فبتالي بيحس بالإيه بالأكسجن أكتر حاجة دلوقتي عنا نتكلم احنا اتكلمنا عن مين؟ اتكلمنا عن تأثير الأكسجن وتأثير الـ Carbon Dioxide مابتااً بيكون متناسب م spend بص يا جماعة الـ Hydrogen i الموجود في البلط متناسب مع الكربون الـ蛋يربي على elH2HCO3 يعني فلنقول يعني إن إلى الوقت لوه القربون الـность فمعناها أن الـ hydrogen Z طب لو الـ 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 فمعناها أن الـ الـ يبقى هم نقول لو الـ hydrogen Z لو الـ الـ hydrogen A الـ wast li نستحق الكلمة الـ store الدوream الهايدروجين عالي فبتروح تحفز المين بتروح تحفز البريفرال كيموليسابتور فبالتالي بتعمل استيميليشن رسبيراتوري سنتر فتزاود الاستقيه وفتزاود الريسبيريشن تمام طيب لو كان قلت بقى الهايدروجين فلما بتقل الهايدروجين فبيحصل انهيبشن لمين لرسبيراتوري سنتر يبقى هو دلوقتي لو قلل هيدروجين خالف فهو دلوقتي بيكون جاي عامل لانهو مين بيروح يقلل الريسبيراتوري سنتر تمام حشان خضر وهو ما Ma έطش فيه هيدروجين مع догناش فيه كربون دايكس burden متراقم الاكسجين بقى كويس فخلاص احنا مانروح نعمل انهيبشن رسبيراتوري سنتر ايه هو الميكانيزم بقى اللي بيحصل بيى اول حاجة لما بيزيد الهايدروجين فبيروح يحفز مين البريفرال عشان احنا عارفين الهايدروجين لما بيزيد في البلط بيروح يحفز البريفرال كيموليسابتور فأحنا بنقول دلوقتي لو الحيدروجين زائض في البلط بتروح نحفز البريفرال كيموريسيبتر بتبعط الانبلز بتوعها عن طريق أفرينت نيرف اللي هو مين، الـ إثنين وعلى الفيجاس والليهم هم احنا عارفين البريفرال كيموريسيبتر اللي ه هم الأورت called 냄새 و الكاروتد بوتس اللي هو سميناء الـ و ل كاروتد ربح الانبالز بشكل ماあのيرث هي بقت الكمالك بتوعها عن طريق الآخرينت فايبر اللي هو الفيجاس والغوسو فالينجي تاريب عشان تروح تحفز مين؟ على طول بتروح تحفز الريسبيرات ريسنتر من بيرفر الكيمورسنتر تروح تحفز الريسبيرات ريسنتر فبالتالي بتكون جاية عامل ايه مزودة الريسبيريشن طب لو الشخص ده عنده سيفير اسيدوزز يعني الهايدروجين بتاعته عالية جدا جدا كل حاجة زيادة فهتقلل ايه؟ كل حاجة زيادة عن حدها تقلل ده فبالتالي بيحصل زي ما كنا بقول سين اس ديبريشن هناك ويحصل زيادة الكاربوندايكسيت بيحصل سين اس ديبريشن؟ ايه هو السامري اللي احنا تكلمنا عنه بايا جماعة، احنا تكلمنا عن كيميكا وعرفنا اللي هو اهم حاجة من الريجولاتري وعرفنا اللي احنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم على اكسجين وبتكلم كمان على الكاربوندايكسيت وبتكلم عن الهايدروجين دولة اللي بنشوف الليفل بتاحهم عرفنا ان الكيموريسبتر بتتقسم لنوعين بريفر الكيموريسبتر وسنتر الكيموريسبتر بريفر الكيموريسبتر اهم حاجة صحي بتاحها موجودة فين موجودة في الاورتيك بودس وي كاروتت بودس وعرفنا دي موجودة عند الاورتيك أرشو التانية موجودة عند البايفوركيشن بتاعت الكاروتت تمام وتكلمنا كمان عن الانيرفيشن بتاعتها الاورتيك كان سميناها اورتيك نيرف اللي هو الفيجاس والكاروتة كان من سويناه كاروتة ساينس نيرف اللي هو سامنائل غلوسوفارينجيال وكمان اتكلمنا ان هي اهم حاجة البريفرال فيه بوب فهي بتحب اكتر حاجة الالالان بتاع الاكسجن ايه هو الاستيميلوس بتاعها ان هو يقل الاكسجن اهم حاجة وممكن يزيد الكاربون دا اكسايد او يزيد الهايدروجين او يقل البي اتش نفس الكلام هو ده تمام طب بالنسبة للسنترال كيموريسبتور هي بتكون موجودة فيه موجودة فيه المضارة مضالة قريبة من مين؟ قريبة من مضالة للسبيراتيو سنتر تمام؟ اكتر حاجة بتعملها سميليشن بشبهها سي فبالتالي زيادة السي او تو او زيادة الهايدروجين اكتر بكتير جدا من ايه؟ اكتر بكتير من الاكسجن تمام؟ طيب اا بعد كده اتسلمنا عن نتيجة نقص الاكسجين اللي هو عند الهايبوكسيا وعرفنا بيه نقص الاكسجين امتى لما بنتلع على حاجة عالية او بنقض خليط من الاكسجين اا مثلا فيه مشكلة اللي هو بيكون نقص فيه الاكسجين وعرفنا بيه اللي بيحصل واهم حاجة نبعارفين اي حاجة فيها زيادة اللي هو زيادة في نقص الاكسجين جامد جدا فبيحصل ريسبراتيو ايه ديبريشن كلهم كده بيحصل فيهم ريسبراتيو ديبريشن يعني لو نقص الاكسجين زياد اوي او زياد الكربون دايكسايد جدا جدا او زياد الهايدروجين اوي بيحصل ايه؟ بيحصل ريسبراتيو ديبريشن وتكلمنا عن إيه تأثير الكربون دايكسايد وتأثير الهايدروجين كونسنتريشن تمام طيب تعالوا بقى نحل إيه أسئلة كده مع بعض قال لنا which one of the following is most likely cause of arterial يعني هو بيقول لنا أي واحدة من الفولوين هي السبب اللي قدت لإيه قدت لزيادة الارتيريال إيه الارتيريال كربون دايكسايد يعني إحنا دلوقتي كربون دايكسايد اللي موجود فيه البلد زيادة إيه السبب تعالوا نقرأ زيادة الميتابوليك اكتيفتي زيادة الالفيولار ديت سبيس ديبريست ميدالري ريسباييراتري سنتر الفيولار كابيلاري بلوك انكريز الفيولار فينتيليشن ركزوا معي هيحصل ديبريست للميدالري ريسباييراتري سنتر ليه يعني إيه كلام ده يعني إحنا عارفين دلوقتي للرسباييراتري سنتر الموجودة في المضالة فحصل فيها ديبريشن معنى أن حصل ديبريشن يعني ما فيش انسباييريشن ما فيش اكسباييريشن فهيحصل تراقم للكربون داكسايد جوه الجسم فلما يتراقم الكربون داكسايد جوه الجسم هيزيد الأرطيريا لكربون داكسايد تمام؟ تاني سؤال الميكانيزم الميكانيزم اللي بيقيه تا ميكانيزم ذات increase pulmonary ventilation أثناء الإكسرسيز ايه هو الميكانيزم اللي بيزود الventilation أثناء الإكسرسيز تعالوا نكره زيادة الكربون داكسايد الموجودة في البلد بتأثر على البريفران زيادة الألالين الأكسجن بيأثر على السنترال لحيصلات احنا قلنا الأكسجن بيأثر على مين بيأثر على البي يبقى لا بليجابتين دول غلط زيادة الهايدرجن بيأثر على البريفران которых نحن قلنا انحنا قلنا الازال بيأثر على البريفران اما BOTO تمام؟ الأكسجن والهيدرجن تمام؟ ألالين البادي تيمبريتش لابد يجبنا الحاجة فيها بادي تيمبريتش بقى إجابتنا تكون C تمام كده؟ اخر سؤال معينا بيقول لنا بقى ايه هو المينستيميولوس للبريفرالكيمورسيبتور اهم حاجة احنا قلنا فيه اتنين استيميولوس لبريفرالكيمورسيبتور وهو مين؟ بوب أكسجين أو وهو الهيدروجين تمام؟ اللي هو زيادة الأكسجين أو زيادة الهيدروجين لكن هو مين بيحب مين؟ مين بيحب الأو؟ اللي هو الأكسجين يبقى الاجابة بتاعتنا هتكون مين؟ دي الانسر ده هي عشان خاطر لو حد عايز يرجع لها انا كده خلصت يارب تكونوا استفدتوا لو حد عنده اي مشكلة ابعتوا على رسالة الصفحة ومنتظر الفيدباك ربنا يوفقك ان شاء الله هو مديور سباريتر مديور جميل متركزوا فيه بس وان شاء الله خير وربنا يوفقك جميعا بإذن الله